اعلان القوى الغربية رفضا ضمنيا لتدخل دولي في ليبيا واتجاهها الى الحل السياسي جعل الدبلوماسية المصرية على ما يبدو تصريف النظر عن طلب تضمين مشروع القرار الذي يعرض على مجلس الامن الدعوة الى التدخل العسكري الخارجية المصرية اعلنت ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن يشمل مراجعة القيود على امدادات السلاح لحكومة تبرج المعترف بها دوليا والاجراءات الضرورية الكفيلة باجهاض اي عمليات تسليح للمجموعات الارهابية وفي سياق الدفع باتجاه الحل الدبلوماسي من المنتظر ان يدعو الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون في غضون الايام المقبلة الى سلسلة اجتماعات تهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع استبعاد الاطراف التي لن تشارك في عملية المصالحة من الحل السياسي في هذا البلد من جانبها عبرت ايطاليا التي تخشى اي مغامرة عسكرية في صحراء ليبيا عن استعدادها للمساعدة في مراقبة اي وقف لاطلاق النار ونزع سلاح الميليشيات وتدريب جيش نظامي الليبي تحت راية الامم المتحدة الى جانب اعادة اعمار البنى التحتية واستئناف خطط التعاون المجمدة منذ اكثر من سنة تدهور الوضع على الارض يملي على المجتمع الدولي سرعة التحرك قبل فوات الاوان هناك خطر واضح لتحالفات بين داعش والمجموعات المسلحة الليبية ايطاليا لا تخفي ايضا مخاوف من تفاقم ازمة المهاجرين من ليبيا ملف حارق لا يزال يؤرق راما بل والقارة العجوز برمتها رياض عشور العربية